موسيقى أول ما يشتغل الواحد صار عنده حرفة مهنة حصل له خير من الغوص نوى الزواج أول ما يجهز لأبوه يسوي لدار واحد عنده يتزوج أول ناس فيهم القناعة وسماحها بكل شيء قال حق الله فتزوج داروا لي مره كان خابر له وحده في الفريج شايفه هي صغيرة بعد ما يشوفها ولا تدي وهو حظه ولا خواته يمدحونها لقال هذه المره طبعا يسألون عنه ويسألون عن أهل المره سؤالهم ولا يطولون لأسبوع ولا مخلصين سالين وخاصين راحوا الريايين عقل ما يشوفون الحريم راحوا الريايين يو عندهم ذاك الاسلوب والله حنا طالبين القرب منكم نبي فلانة يسمونها بالاسم حق ولدنا فلانة قالوا هذي الساعة المباركة قالوا هذي الساعة المباركة قالوا هذي بيحة مع الشتك ولا أخذها بعباتها لا أخذها بعباتها حنا والله شارين قمش القرب منكم اتبقوا على الملتة المهر لأي يومنا هذا يمكن يوم الملتة ما يدرون كم المهر باللي يقوله ويجهزها يقولون يعطيها جهازها يسوون الدزة كم قطعة خام وزينة المرأة سيادة عبات وتستعد أسبوع مخلصة يمكن الخطبة مع العرس ما يزيد عن شهر أسبوعين ثلاثة سووا العرس أو كل شيء عن الريال الحين المرأة مهرها ما يكفيها العروس سووا له قنوعين باللي عندهم تفازعوا الحريم حق الطباخ هذولا يسوون الامرقة بروح هذول يسوون اليريش هذول يسوون هالخرفان وهم بعد كان طيب عند النوخذة واللي عند التاجر عطاه ذي بيحتين هذا يابلاء يونيتين هذا عطاه فلوس هذا عطاه فلوس هذا عطاه زل من الجيران يطلع يابولا فرقة زفوه من المسيد بهلتريكات ليه داخل بيتهم واصلوا ريال عند الباب ودش واناك الحالين بروحهم سووا القهوة الحلو وهلا الشربة وليهم طبعا قبلها يوم الحنة ويسووا لها يلوة سووا أشياء كثيرة ويبون لها الحوافة لتجابلها تقعد عندها سبوع وهذه بعرسها يمكن أن تأيام الأسبوع كل يوم تكشخ بهاللبس مالها كل يوم نفنوف تطلع لها كل يوم لبس بالحوش أيونها حتى يوم الدزة يودون لهم الدزة هم يطلعون أغراضهم وورون الناس العصر بساطة وسهالة الناس مع بعض تعاون ما يطولون بالسؤال ولا يطولون وإذا بيسألون يسألون يابدوانية ولا بالمسجد أول ما يسألون ويقولون هذا شونه مصلي شونه مع والدين من يدرون هذا بار بالدين وما يخافون هذه العروسهم أول سهالات وبساطة رح نأخذ باص ونرجع لكم إن شاء الله نكملوا إياكم رجعنا لكم وسوالفنا عن عروس أول عزائي مريايين نفس الشي حطوا لهم هالبواري والألسبر برة سواني لحم مرق عيش ثبايح خرفان من خرفان الكويت دي بيحتين ثلاث تكفيهم شوية موايد أيونهم طبعا يعزمون بالمسجد يدعون قالوا يا جماعة الخير ترى الجابلة لا تنسون عرس أولدي الحاضر يعلم الغايب كل من يشوف ربعة يلي يعرفون الدواوين ينادون وبعض الدواوين الكبار التبرع خاصة من الرواد الدوانية يقول تعال سو عرسك عندنا سو عرسك عندنا طبعا يمطاحت الكهرباء قاموا يزينون حطوا الزينة للمبات هذا الواير الرمادي كانوا يأخذون من الشبة يخلون يعني وزاعة الكهرباء سامحت لهم كهرباء يجيزين يعرف يأخذ من هذا الزينة بره البيت وبالحوش تشوف الزل الحمر الإيراني الأصلي تشوف الصواني الجدور الدش من قبل العرس بيوم تقريبا يفرشون هالصليام السانسين هالمشروبات الغازية سحارة عودة صندوق وفيها البطول يكسرون عليها الثلج يمطاح الثلج وبعضهم يأجرون باص حق الحريم عرس الحريم بيت العروس يودونه وهني عندنا عادة بالكويت أول العرس يقعد الريال أسبوع كامل ببيت العروس هذا يصار الصبح راح لأنه صار بالليل ينام عندهم ويكرمونه ذاك العشاء السن والريوق قلنا حط لهم واحدة حوافة بس تطبخ لهم وتسوي لهم بعدين أم العروس تي ثالث يوم الثالث تي هنا وثويلث أم العروس أم المعرس تي أبثاث يوم وثويلث لأ أم العروس تروح تشوف بنتها هناك بيت حملتها يقولون التحوال يروحون يحولون كان عندها فراش صندوق مبيت كل يروح قبلها صندوق مبيت تمو صندوق مبيت لأنه يبات قبل العروس بليلة ودوا هناك عندهم هو ناس أقبع يوم طاح البعرام الباصات كانوا يودونهم كلهم حق بيت حفل أول يوم العرس عند بيت العروس الريايل كل العرس هنا عندهم الريايل برة الريايل يقول لهم فرق بحرية فرق عرضات والحريم نفس الشيء أول أكو بعد طقاقات خاصة عودة المهنة والفريتي ومهد منه حريم كبار يحيون العرس يفرحون يستنسون يكشخون كل العائلة تقاس بيان عيالهم يمكن لازم يفصلهم بشاديش حق العرس لا العيد بعيد عنهم يعني لو خلص العيد عنده هدوم لا يسوون يودونهم حق العرس والبنات يخيطون لهم الخياطات الحريم كلهم طقوا هدومهم ما شاء الله شوفهم تحس أنه بعرس يكشخون يتحنون عقب العروس يتحنون يقول يمكن هي دورنا وهذه هلم جرة يخطبونهم هما صغار والتزوج المرة صغيرة الآن عشرين قالوا هذه صغيرة تأو الناس عليها أول أربعة وخمس وستائش وستائج تزوج بس في تعاون بينهم ولا يصير أمور الطلاق والأمور هذه لأنها تعلمها عدل ويعلمون هل تحافظ هل تشترى هل تذهب لهم كانوا أمهم أمه تبوت وهذا ما عندنا إن شاء الله نتقلوا إياكم حلقة أخرى إذن المشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نراكم بإذن الله في الحلقات المقبلة إلى حين ذلك الوقت في أمان الله